اشتركوا في القناة قلت الإضاءة عن المستوى العادي فإن الروبوت يتوقف هذا الحساس يسمى Light Sensor طب كيف أعرف أنا الرقم لشدة الضوء العادية في الغرفة يمكن أن أضع هذه التعليمة لتخبرني بالعدد في الإضاءة العادية فنلاحظ الآن الإضاءة عندي 11 في إضاءة الغرفة يمكن أن نضعه في تكرار وذلك حتى يخبرني عن شدة الإضاءة في أحوال أو ظروف فيزيائية معينة مثلا سأريكم الآن كيف أني سأضع يدي على البورد أو اللوحة التي في أعلى الروبوت وكيف أن الإضاءة سنلاحظ الآن وضعت يدي على أعلى الروبوت انخفضت الرقم الإضاءة أو شدة الإضاءة إلى الصفر الآن بعد أن أزلت يدي رجعت للمستوى العادي طيب سأصلت الآن كشاف نلاحظ كيف أن شدة الإضاءة زادت جدا عن المستوى العادي طيب نبدأ الآن بسم الله كيف يمكن أن أبرمج الروبوت بحيث أنه يسير إلى الأمام سأستخدم لأنه عندي هنا حالتين حال ستكون شدة الإضاءة في عدد معين أو غير ذلك إذا كان حساس الإضاءة أو حساس الضوء أكبر من إذن سنستخدم في العمليات أكبر من طبعا المقطع الظاهر في بداية الفيديو استخدمته في غرفة كان الوضع الطبيعي 15 يعني لاحظت ساعتها إنه 15 الآن عندما جربت وقت التصوير لأن المقطع الظاهر في بداية الفيديو صورته في المدرسة وأنا الآن أسجل الشرح من المنزل ففي المنزل عندي شدة الإضاءة ما بين 11 إلى 12 كما رأينا قبل قليل سأستخدم مثل الظاهر في المقطع عندكم في الفيديو إذن إذا كان شدة الإضاءة أكبر من 15 سيتحرك إلى الأمام ستحرك إلى الأمام بسرعة 100 أما إذا قلت الإضاءة عن هذه الشدة فستكون صفر بمعنى أنه سيتوقف طبعا لا بد من وضع ذلك في تكرار إذا أحببتم أن نضع هذه التعليمة بحيث يظهر معي هنا شدة الإضاءة في كل مرة ويمكن أن تضعوها وإلا فإنها غير مجدية بالنسبة لحركة الروبط الآن أصبح المقطع البرمجي جاهز ترجمة نانسي قنقر بهم